أنا هسألك سؤال غريب شوية إن الناس عاد بتحب تهرب من الرعاية المركزة يقول لك ما تحطيني في قضة عادية وتديني الأدوية هناك أنا لسه حاضر مواقف زي دا الواحدة قريبتنا كان كل طلبها علجوني بس مش في الرعاية المركزة الناس بتخاف من الرعاية المركزة قولي إيه الرعاية المركزة بتفيدك فيه وتديني لك زيادة عن الغرفة العادية الغرفة العادية الرعاية بتبقى عبارة طبيب يبقى على دور كله أو على المستشفى بيمر مرة على العيان أو مرتين ويشوفه ويديله للاج والمرة تدخل تقيس العلامات الحيوية وتديني الدواء لكن في الرعاية المركزة فيه طبيب قاعد 24 ساعة بيمر على العيان كل دقايق أحيانا لو حالته حرج قوي أو كل نص ساعة وممرضة لكل اتنين عينين على حد أقصى قاعدة تتابع حالته والدكتور دا بيغير القرار حسب الحالة عشان كده فيه مقولة عجيبة جدا نحطها في السلاد بحضارة بتاعتي احنا بقول لعينا مركزة الأجهزة وبتاعة طب هي الأجهزة بتشخص؟ لا طب الأجهزة بتعالج؟ لا ما قال إيه فائد انت حضرتني في عيان مركز الطبيب أهم من الجهاز إنما الجهاز مهم افرد مثلا مثال بسيط حيوصل نشوف كده صورة عشان هكتشرح لنا هاي الحاجات اللي بتساعدك جوه القضاء دي غرفة العين مركزة بالضبط لو بصينا على فوق سرير المريض على شمال سرير المريض هنلاقي المونتور هو ده المثال حيوضح ليه الجهازة شاشة المراقبة لا بتشخص ولا بتعالج المونتور أظهر النبض العين 120 الدكتور بقى حيجي يفحص ويحط في دماغه كل أسباب اللي تزاود النبض بعدها في السيروجي عنده حرارة الآن ولا ضغطه منخفض وده كومبانساتوري تعويض ولا عنده نقص في الأكسجين ده تعويض في النبض ولا هبوط في القلب ده تعويض لمساعدة كل ده من مجرد أنه أرى رفض موحد على الجهاز بس ده له إشارة مهمة إن النبض سريع هو بقى كدكتور حيشخص وحيتخذ العلاج حسب اللي لقام من العلامات آه لا ده هبوط ضغط حيرفع السوائل حيحط مادة ترفع الضغط فالجهاز ولا بشخص ولا بعالج إنما مهم كمونتور يدي له إشارة إن فيه مشكلة والعيام مشبوك عليه 24 ساعة الزبط وحطت كمان عليه بولس أكسجيمتر اللي هو جهاز بيشوف تأكسير أكسجين الله ده نقص أكسجين يروح حط أكسجين لا ده نقص شديد ومعاس تتفع ساني يكسجين كربوط الجهاز اللي على يمين للسرير جهاز تنفص صناعة يحط أمبوبة حنجرية يوصلها جهاز تنفص صناعة وفيه بقى التراي دي اللي محطوطة على شمال عربية عربية معجل آه على شمال السرير دي مهمة قوي دي غالية محطوطة في غرفة الرعاية مركزة لكل السرير اللي محطوطة في الرعاية مثلا تمانية أو عشرة دي بتجري على عيان أول ما يحصل شبه توقف للقلب أو النبض فيها أدوية منعشة للقلب وفيها جهاز أمبوباك بتدي التنفس دي من فماء عربية الإنعاش عربية الإنعاش دي حتى ممكن بيستعينوا فيها في أدوار المستشفى بيعملوا كول أن في عيان بيأرس أو بيتوقف قلبه بيجري بالعربية دي فيها كل التجهيزات فيها كل التجهيزات اللي تساعد على إنعاش القلب والتنفس وبعد كده بيتحط في الرعاية يعني كل جزء قدامنا في الصورة يا دكتور حسن له مهمة طبعا أنا شايف كمان ضوء في السقف يعني لو عايز يعمل أي حاجة في المريض هيجي يفتح على شريان على وريد دكتور صدر مثلا وقلب جراحة صدر وقلب هيعمل حاجة أمبوبا التنفس العشامية أو هوا على الرئة فمعه النور قوي جدا فيه ساعة موجودة عشان التايم والوقت هنا بيحسب بالثواني وأجزاء الثواني يعني كل ما يحتاجه الطبيب والمريض موجود وعشان كده بنقول الرعاية جزءين أجهزة وطبيب عشان كده دكتور شريف مختار طبعا له الفضل في إنشاء التخصص وحط كوريكلم وماجستير ودكتوراه ووزارة صحة استجابت كان في الأول أي طبيب قلبي يحط في رعاية مركزة لا ده مالتي دي سيبنر يعني متعددة التخصصات فوزارة صحة في آخر عشر سنين أثرت أن اللي يمسكوا رعاية مركزة وكذا في وزارة صحة كلهم أطباء متخصصين حاصلين على تدريب ودرجة في تخصص هذه لا نعم أتخصص دقيق تخصص دقيق وفي تفاصيل كتير موسيقى